دعونا نلقي نظرح على الصورة التلالة لدينا إشهادة أممية بالأمن السبراني التركي حققت تركيا إنجازا بارزا في مجال الأمن السبراني حيث حصلت على تقييم كامل في جميع المجالات ضمن مؤشر الأمن السبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة مما جعلها ضمن قائمة الدول النموذجية من بين 194 دولة وبحلول أغسطس من عام 2024 تعمل 59% من الشركات في تركيا ضمن مناطق تطوير التكنولوجيا و18% من مراكز البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طبعا فيما تعلق بالأمن السبراني رئيس أردغان والمسؤولون في تركيا أعلنوا عن أنهم سيقومون بعمل جهة مستقلة مختصة بالأمن السبراني الأمن السبراني حاليا ضمن عمل المخابرات التركية لكن هناك نية للتوسع أكثر وأكثر والاهتمام أكثر وأكثر بالأمن السبراني خاصة بعد ما حدث في تنظيم حزب الله وكيف أن الاحتلال الإسرائيلي اخترق حزب الله بشكل سهل للغاية وكيف أنها كانت ضربة قوية لعناصر حزب الله خرج حينها رئيس أردغان ليتحدث عن أنهم حققوا طفرة كبيرة فيما تعلق بالصناعات الدفاعية والوطنية وأن تركيا تمتلك أجهزة اتصال خاصة بها محلية الصنع وأنها تعتمد عليها وخرجت أيضا قرارات من قبل الحكومة التركية متعلقة بمسألة خرجت قرارات من الحكومة التركية متعلقة بمسألة استيراد الهواتف بشكل عام خوف من حدوث أي اختراق لذلك تركيا تولي عناية كبيرة وهامة وفاقة لمسألة الأمن السبراني في هذه الأيام بعد أن رأينا بأن هناك محاولات إسرائيلية لاختراق الدول التي تقوم باستهدافها